هم يريد يذبحون يريد يحبون الدن بين خلاصهم من تنظيم داعش وغصة تدمير مدينتهم يحاول أهالي الرماد نفض غبار المعركة ومسح غشاوة الحاضر لاستشراف المستقبل مستقبل معالمه غير واضحة حتى الآن لكنهم يحلمون بالعودة إلى بيوتهم في أقرب فرصة بيوت هجروها هربا من تنكيل تنظيم داعش الذي استولى على المدينة منذ أشهر أو هربا من ضراوة ما سميت بمعركة التحرير التي خاضها الجيش العراقي حياتنا عن حال سيئة عايشونا برعو عايشونا بخوف جوعونا حتى الماء يقطعوا علينا يعني ببيوتنا مو مرتاحين حال فوقنا الهونات يعني مثل هسة ما نقدر نطلع روسنا أهالي الرمادي أو من بقي منهم تم إجلاؤهم على وجه السرعة إلى المناطق الخلفية البعيدة عن مسرح العمليات إذ تم تجهيز مخيم يتسع لأكثر من مئة عائلة في منطقة الحبانية السياحية فيما تسعى القوات العراقية لتأمين حياة من تبقى من الأهالي في المدينة لكن الألاف من المدنيين الذين هجروا على يد تنظيم داعش لا يزالون يفترشون الأرض في مناطق واسعة من محافظة الأنبار تعجز الحكومة المركزية العراقية عن الوصول إليهم وتأمينهم من خطر الموت جوعا أو قتلا على يد داعش فقدت الرمادي أكثر من ثمانين في المئة من بيوتها حسب الأرقام الرسمية ورغم التصريحات الرنانة التي رافقت تحرير الرمادي والتي أكدت على ضرورة إعادة الأهالي إليها تبدو رحلة العودة إلى المدينة طويلة فقد خلف عناصر داعش وراءهم قبل فرارهم الكثير من المفخخات والألغام مسؤولون عراقيون يتوقعون أن عودة الحياة للرمادي ستحتاج لملايين الدولارات وسنوات عدة من إعادة الأعمار لتعود إلى سابق عادها ترجمة نانسي قنقر